الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فلازلنا مع أصحاب الثلوثين تمرين الأخوات الشقيقات يأخذنا الثلوثين بأربعة شروط عدم الفرع الوارث عدم الأصل الوارث من الذكور وجود المماثل أن يكون أختين شقيقتين فأكثر عدم المعصب أخ شقيق واحد فأكثر مات رجل وترك ست أخوات شقيقات وأخ شقيق للمعتق لا يوجد فرع وارث لا يوجد أصل وارث لا يوجد معصب وجد مماثل الثلوثان وأخ شقيق للمعتق يأخذ الباقي المسألة من ثلاث اثنان للأخوات الشقيقات واحد لأخ شقيق للمعتق مات رجل وترك ثلاث أخوات شقيقات وثلاث أبناء ابن ابن إذن وجد فرع وارث إذن الأخوات يحجب والمسألة عصبة ثلاثة لأنهم ثلاثة أبناء ابن فيأخذون الثلاث مات رجل وترك زوجة وستة عشر أخت شقيق أو أخ لئة الزوجة تأخذ الربع لعدم وجود فرع وارث الأخوات الشقيقات لا يوجد فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور ولا يوجد معصب لهن من درجتهن ووجد مماثل إذن يأخذنا الثلثين الأخ لأب يأخذ الباقي ثلاثة وأربعة نضرفهم بعض يطلع معانا اثنى عشر إذن المسألة من اثنى عشر ثلاثة للزوجة وهو الربع ثمانية للأخوات لأنه الثلثان والباقي لأخ لئة مات رجل وترك ثلاث أخوات أخوات شقيقات وأخ لئة مسألة من ثلاثة لأن الأخوات يأخذنا الثلثين لعدم وجود فرع وارث لعدم وجود أصل وارث من الذكور لعدم وجود معصب والأخ لئة يأخذ الباقي المسألة من ثلاثة اثنان واحد مات رجل وترك أختان شقيقتان وابن ابن إذن وجد فرع وارث فالأخوات محجوبات المسألة من واحد مات رجل وترك ست أخوات شقيقات وأخ شقيق إذن وجد معصب فالمسألة للذكر مثل حظ الأنثيين الأخ عن اثنين وستة أصبح المجموع أصل المسألة من ثمانية الأخوات يأخذنا ست والأخ شقيق يأخذ اثنان مات رجل وترك خمس أخوات شقيقات أبو أبي الأب إذن أصل وارث من الذكور فحجاب الأخوات ماتت امرأة وتركت زوج وخمس أخوات شقيقات وأخ شقيق الزوج لعدم وجود فرع وارث أخذ النس الأخوات وجد معصب للذكر مثل حظ الأنثيين فالمسألة من اثنان الزوج يأخذ واحد وواحد يقتسمه الإخوة والأخوات وهذه سندرسها في باب التصحيح ماتت امرأة وتركت زوج وأختين شقيقتين وأب الزوج لعدم وجود فرع وارث يأخذ النس الأخوات لوجود الأب وهو فرع أصل وارث من الذكور أصل وارث من الذكور فيحجبهن في المسألة من اثنان الزوج يأخذ واحد والأب يأخذ واحد ماتت امرأة وترك الزوج وأخت شقيقة وأخلي أب نقول الزوج لعدم وجود فرع وارث يأخذ النس الأخت الشقيقة لعدم وجود معصب ولعدم وجود فرع وارث ولعدم وجود أصل وارث من الذكور ولعدم وجود مماثل تأخذ النس الباقي أخلي أب ولا باقي والله أعلم وصلى الله على محمد